طيب خلاني اتكلم انا الصعم عبدالله ارحمه حكى ان القصه دي احنا مصدقناش فهسيبك انت اللي.. فقالك ان الطيارة جت ونزدت ويفتيجي ساعة ساعة ونص ساعتين ادور عرشاط اقولت بقى هقابل بقى واحد جسم جامد قوي هقابل بقى حاجة يعني هاجمة اللعيب جاي من السودان ادور رعليه مش لقيينه فين وفين بعد ساعة ونصف كل ساعتين واحد بقوله ده في اسمه عبدالمنع مصطفى حسين قالوا لا انا مش عايز عبدالمنع مصطفى انا عاوز ارد نشاطة قالوا ما هو ده ارد نشاطة تاكيه لما جاي بيقرب منك طبعا انا ما تكمل انت بقى السبب بتحكيها لك انها مبارح وانا قاعد كده ببص بس الكلام ده مزبوط اه كل مزبوط اه احكاها بعد كده اللي كمال بيحافظ قاعد بيقول اللي كمال بيحافظ قال انا كنت حرجعه لما بيقول انا ساطة قلت الله يا ابن انا فاكرك واحد طويل كده زي من الزاكي من الزاكي انت عارف طبعاك اه طبعا سيرت باكي اه معاكو في الفترة ده اول السبعينات يعني فقال ايه ده قال لي بيقول لي كمال بيحافظ انا كنت حرجعه بس انا ايه قلت بقى اجيبه بقى قال بقى كنا عملت اللي علي اه وجبت اللعيب فعمل عبدالبقاء قال لي ايه قال لي والله يا شطة لما كنتش لعبت في النادي الاهلي كنت كسفتني انا ما جبتش لعيب ما لعبش انت لو كنت ملعبتش كنت فضحتني والله انا فاجر كويس كان زعلان جدا على اني ما شافني لكن والله يا كبت المصطفى يعني بعد ثلاثة اربع خمس سنين لما لعبت يعني اللي والله يا شطة انت بصراحة يعني مفيش حدي كان يصدق يعني اه معناها ما انت عايش انت عايشتها مش عايشة انا ححكي عنك حاجات انت قلتها برضو ايوه ما نازم تقول كل حاجة ما انا جبتني اتكلم النهاردة على اساس ايه خدك عم عبدالبقالة اللي ارحمه ودك فين لكمال بيحافظ عندي صالة راتب ايوه اللي ورا اه كانوا عدين عابك طاولة طاولة هو عم خير عم خير اللي ارحمه طبع ناس كلها عارفة في النزيل ناس جميلة اللي ارحمه بصيلي كده كمال حافظ بيشرب صيجار وعبدالبقال عم عبدالبقال بيشرب صيجار انا كده بقى الدخان بقى داخل فناية شايف اه دا عنده بشارة يعني ما ننتش كويس وصحران طول الليلة مخدود كمانا مخدود داخل النادي الاهلي مش شايف حاجة يعني شايف نادي اما ما عندناش عنديها في الشيطان زي دي ولا في العالم كله متلاقي نادي زي النادي الاهلي ده مجتمع كبير جدا فبصت كده قال له فين شطة وانا هيبو قدامه كمال بيحافظ بقول له هو شطة قال لك كده وبيصله كده قاله نزيلو الملعب كمال بيحافظ قاله نزيلو الملعب دلوقتي قدقل قدقل انا فين انا لا لابس شب شب قال له نزيل الملعب قال له قدقلل كمال بي انا مقدرش تنزل الملعب دلوقتي انا 9-10-10-10 تاعبان انا عاوزك جاهز حوالي سنلتين وثلاته خده طيبة ده خده المطعم اه دخلني المطعم طبعا المطعم الروستروران اللي هو في المبنى الاداري التاني الاداري التالي. ولا كان المسلط الاداري. الاداري. لا. نسيو يميل اللي فاكره. اه طبعا. اه. طبعا. وعمي توركي. وعمي توركي. اه. فعدت كده. عبدالبقى يخلص عليه عايد. اه. جابولي جابولي اسكلوب بنيه. يعني ما عارفش اسكلوب بنيه مستوى ما عليش. انا وقتها كنت عارف اللحمة والكباب. اه. الحاجات اللي اه خضار. اه. لكن ما عارفش ايه البنيه ده. يعني طبعا بعد كده بنيه ده بقى الاكلية المفضلة يعني. طبعا. 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 طبعا عادت ااكله كده وقعد كده قبله لي خلاص رح ريح. خدني عبدالبقى حبسني بقى في بيته بقى. في بيته. لا عشان الكمال بيه رضي بيك. فقال لك ايه. اه. قال لي خالصلي معك لحد ما نشوف بقى موضوع ايه بس. خليم حطه في الدولاب. قللي معك حط في الدولاب. دخلني عنده دخلني عنده عنده مع اشرف ابنه ولو فاجر ولاد والله. اه طبعا. وقعدت هناك قال لي خليك هنا ما تطلعش. قبل كده جي لععيب سوداني اسمو جيمس. ايوة. اه طبعا. راح مضى للزمالك والاهلي مع بعض. وكي جي اصل للاهلي. جي للاهلي اه. راح مضى للزمالك. راح مضى للزمالك فبقى ايه ولا خلوه في الاهلي ولا في الزمالك رجعوا للسودان. اه. فقال لي كنت خدت حاجة من الشقة. الله يكبر بس تلاتة ايام. يا عم عبد اخرج بس اشوف مصر دي. ما شفت انا جاي اشوف مصر انا. اه. عايز اشوف مصر دي. وده انت في غضاء منا. لا بس طبعا عدتها شوية كده واشرف كان بيخرج معايا وكده عشان بس حافظوا علي بحس انه محدش يلتصف. محدش اه عشان ما تمدش لاي نادي تاني.